هلا والله مزاجي هنا أغرب الطرق اللي ماتوا فيها الناس الجزء العاشر خش واحد الملك لويس الثالث شاف بنت في القرية وأعجب بها وصار يتمني يشوفها مرة ثانية وفعلا شافها في يوم رايح البيت أهلها ولحقها على حصانه يبغي يشوف مين أبوها ومن شدة تركيزه فيها ما شاف لوحة معلقة قدام عيونه وصدم راسه فيها وسقط من الحصان ومات يعني فعلا الحب يقلم القلب والرأس حتى أسأله لويس اثنين أنا مو خبير طيارات لكن إذا كان فيه بالطيارة تسرب أكيد فيه شي غلط وهذا اللي قاله المهندس لكن الطيار كان واثق من قدرته وخبرته في الطيران وأصر على الطيران على مسؤوليته وطار بدون ما يصلحوها وأثبت أنه فعلا خبير طيران بس خبير لعشر ثواني بس سقطت الطائرة وتحطمت وتحطم معها وأخيرا صديقين من الهند حصل بينهم مشكلة على نقود وبدل ما يروحوا المحكمة أو لصديق يحلوا المشكلة سووا فيلم هندي من الموضوع قرروا أن أسرع واحد بياكل خمسين بيضة بياخد كل الفلوس وفعلا بدأوا وواحد فيهم كان سريع فيها فلوس ما مزخرة وأكل اثنين واربعين بيضة بسرعة خارقة وسكت وبعدها سقط ومات يعني فعلا ما يأثر في الحديد إلا الحديد وما يأثر في البيض إلا إيش ترجمة نانسي قنقر